اشتركوا في القناة سرطان رح يكون في ساعات المساء ولكن الآن بالنسبة للمنازل رح تتنقل يوم ما بين ثلاث منازل يعني بخلال 24 ساعة القادمة فعشان هيك بدها شوي التركيز الآن القمر موجود في منزلة الهنعة اللي هي نفس اللي ذكرناها يوم أمس رح يظل في هاي المنزلة لمساء الليلة هاي اللي هي موعد بث الحلقة اللي هو يوم الثلاثاء ثلاثة ثمانية لغاية الساعة سبعة واثنان وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش وهاي المنزلة حكينا هي تصلح للمحبة والخير والقبول الآن الساعة سبعة واثنان وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش رح ينتقل القمر لمنزلة الذراع وهي آخر منزلة في برج الجوزاء وهاي جيدة وصالحة لكل شيء ورح يمكث فيها القمر لغاية الساعة تسعة وسبعة عشر دقيقة اللي هي ساعة انتقال القمر من برج الجوزاء لبرج السرطان هي حد الفاصل على برج السرطان فرح يمكث القمر في منزلة الذراع لغاية الساعة التسعة وسبعة عشر دقيقة بتوقيت جرينتش من مساء يوم الأربعاء لا ينتقل بعديها لمنزلة المثرة هي المنزل الأولى في برج السرطان وهي للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج طبعا القمر بما أنه موجود بالجوزاء رح يكون لغاية ساعة المساء معناة التأثيرات رح تغلب علينا لغاية ساعات المساء أنه منظل مثل الأيام الماضية أو يومين الماضيات أنه مننشط في اتصالاتنا منشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي الآن القمر رح يشكل بعض الزوايا قبل خلو المسار أول زاوية هي زاوية خطيرة عشان هيك لازم أدقق عليها مظبوط أو أركز عليها مظبوط هي زاوية ما بين عطارد وما بين أورانوس وهاي زاوية زاوية تربيع سلبية وحكينا أن أورانوس له فترة أو أغلب السنة هاي رح يكون مشكل زاوية تربيع مع زحل فعشان هيك في زاوية حادة جدا لها علاقة بالثورات وبالانقلابات وبالأحداث المفاجئة اللي يعني بتكون بدون سابق انذار الآن عطارد دخل على الخط رح يشكل زاوية تربيع ما بينه وبين أورانوس اللي مشكل زاوية تربيع ما بينه وهو أورانوس ما بينه وبين زحل الآن هاي الزاوية لها تأثيرات كبيرة رح تكون لها يومين أو ثلاثة هي قائمة ورح تستمر لمدة خمس أيام قائمة أو ست أيام الزاوية هاي ذروتها ساعة وحدة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا عادة هاي الزاوية لما بتتشكل بتصيبنا حالة من التشتت الفكري عدم التركيز وهاي بتخلي يصعب علينا إيجاد حل بعض المسائل أو منتهرب من إيجاد بعض الحلول كما أنه تجعلنا عصبيي المزاج ومنرتكب الأخطاء بتهور كما أنه يعني وقت غير صالح للشراكات خصوصا الشراكات المالية إلا إذا دققتوا بتفاصيل العقود أكثر من الشيء الطبيعي لا تعتمدوا على الحدث في هاي الفترة أما بالنسبة لسياسيا اللي هي أغلب الأشخاص بسألوا سياسيا طيب شو بتدل أو دوليا شو بتدل عادة هاي الزاوية لما بتكون لحالها بتدل على جدال أو جدل سياسي قائم ما بين اللي هم اليمين واليسار يعني المؤيدين والمعارضين في البلد الواحد وعادة بتصير الكتابات السياسية مدعمة للجهة اليمينية وبتشهد هاي الفترة احتجاجات مظاهرات وخصوصا للحركات النقابية احتمال أنه يكون في تفجيرات أو زلازل بالفترة هاي طبعا هي دائما بتصير ولكن بالأماكن المحتدة أو الأماكن اللي أكثر سخونة سياسيا الشيء اللي بيزيد بما أنه عطارد في المكان وأورانوس فهاي بتجيب حوادث بشكل مفاجئ لها علاقة بوسائل أو وسائط النقل طيران سفن سيارات بتزيد الحوادث بشكل كبير أو القطارات أي إشيء له علاقة بوسائط النقل كما بتشهد هاي الفترة إشيء له علاقة بقمع الحريات خصوصا حرية التعبير وبيتعرض بعض رجال الصحافة والكتاب للمتابعة القضائية أو للاعتقال الآن في زاوية بعدها هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين النبتن وهاي رح تكون في تمام الساعة ستة و 54 دقيقة صباحا بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة لزاوية الأخيرة هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة سبعة و 37 دقيقة مساء نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بعد هاي الزاوية مباشرة بصير عنا خلو المسار أو ببدأ عنا خلو المسار اللي زي ما حكينا ببدأ الساعة سبعة و 37 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 9 و 16 دقيقة مساء هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقدة أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه يعني قبل خلو المسار الساعة 9 و 16 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش القمر بيستقر في برج السرطان عشان هيك بتبدأ من ساعات يعني نقول من ساعات العشاء بتبلش الملامح التأثيرات برج السرطان تظهر علينا بشكل واضح بنشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة بنحاول خلق جو من الأمان إلنا ولأحبائنا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات من يذرف الدمع وهو يقلب صور التذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه في الفترة هاي ممكن نشعر بحافز أكبر لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حسسيتهم بتكون في أوجهة بوسعنا شراء عقار أو استئجار بيت جديد أو زراعة نبت مثلا أو شجيرة أو الاهتمام بحديقة المنزل سقاية أو فيتامينات أو أشياء من هذا القبيل وبرضه في نفس اللحظة الانتباه أكثر بيصير لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت بما أن القمر رح يكون في برج السرطان فخلوه المسار القادم رح يبدأ يوم الجمعة 6-8 بيبدأ في تمام الساعة 10-11 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى اليوم التالي له يوم السبت حتى تمام الساعة 7-31 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر لبرج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر اليوم عمر القمر هو انحسار الهلال 26 يوم في تمام الساعة 11-42 دقيقة مساء بيصبح 27 يوم نسبة الإضاءة 20% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس اليوم هي موجودة بالأسد ورح تستمر حتى يوم 22-8 هي سعيدة بنسبة 15% القمر في الجوزة وبدأ ينتقل للأسد حكينا ورح يستمر يستمر في برج السرطان لغاية يوم 7-8 وهو اليوم سعيد القمر بنسبة 20% في ساعات المساء بزيد أكثر بالنسبة العطارد في الأسد حتى يوم 11-8 ومنتحس بنسبة 40% الزهرة في العذراء حتى يوم 16-8 سعيد بنسبة 15% المريخ في العذراء حتى يوم 15-9 اليوم منتحس بنسبة 15% المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم 18-10 منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 40% ورانوس في الثور حتى يوم 28-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16-10 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعاً لليوم الثالث على التوالي بظل فيه نوع من أنواع النشاط اتصالات تنقلات الاهتمام بالأمور اللي إلها علاقة بالإقناع والحوار والنقاش أو الدراسة أو أشياء إلها علاقة بالسيارات والاتصالات كل هاي الأمور رح يكون لها نوع من أنواع الاهتمام حسب حقل اختصاصك يعني حسب أنت إيش بتشتغل ولكن هاي أهم النقاط في منكو رح يهتم في أمور إلها علاقة بالإخوة بالجيران مصالحة لقاءات اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة الأجواء جيدة اليوم لهاي الأمور بتساعدكم بشكل كبير ولكن بتكن تنتبهوا أثناء قيادة السيارة وبرضو بتظلوا منتبهين من أمور العصبية طبعاً بالقمر رح يظل لساعات المساء موجود في البيت الثالث بعدين رح ينتقل للبيت الرابع اللي هو إلو علاقة بالعائلة والبيت والأسرة بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية أكثر من ساعات المساء أهمشينكم ما تتهربوا من المسؤوليات حتى ولو كثرت حذروا من الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن تستاء من تصرف أحدهم اتجاهك نظم جدول أعمالك ونشاطاتك بشكل جيد معروف أنه بالفترة هاي الأعباء بتكون كثيرة وممكن أنك ما تجد وقت للراحة أهم شي نظم وقتك بشكل جيد وبرضو منعيد ومنكرر اضبط عصبيتك أثناء تعاملك مع الأحبة برج الثور ما زال القمر موجود في البيت الثاني لألكم فعشان هيك بتركز الأمور على الأمور المالية فبضل تركيزكم على أمور المال أو عمل إضافي مستردات مالية ترتيب وضع مالي معين ضبط الميزانية أهم يشنكو خلال هذا اليوم تجنبوا النفقات قدر الإمكان ممكن يكون عندكم مصاريف أو بعض الأعطال اللي بتتطلب منكم أنه أنتو تهتموا بترتيبها ماليا حاولوا أنه ما تندفعوا ما تتهوروا بمصاريفكم في ساعات المساء القمر رح ينتقل للبيت الثالث وهو برج حليف لألكم فبتنجحوا في مجال التنقلات الاتصالات بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار حاول أنك تفصح عن رأيك بجراءة وحرية عزز علاقاتك بشكل قوي جدا ابحث عن التوافق والانسجاب اليوم بصير عندك من ساعات المساء قدرة على الإقناع والحوار وسرعة بديهة عالية ابتطر لدفع مبلغ طارق من المال لسبب ما لأنه أنا شايف أنه في مصاريف حاذر من إهمال وضعك الصحي في بعض الأوقات ممكن أنه شوي يكون بسبب الإرهاق أو التوتر أو من كثرة التفكير فضبط الأعصاب مطلوب والاهتمام بصحة برضو مطلوب برج الجوزة طبعا القمر موجود عندكم فعشان هيك بظل في نوع من أنواع النشاط والقدرة على مواجهة المشاغلكم وإنجاز الكثير منها برضو اليوم أنتم ملفتين للنظر وخصوصا للجنس الآخر وعندك قدرة عالية جدا لتحرك بكثير من الاتجاهات ممكن اليوم تعودوا بعض الأمور اللي كان صعب إنكوا تعملوها في الأيام الماضية وتحققوا بعض الإنجازات الأجواء جيدة وداعمة لألكم بقوة طبعا في ساعات المساء القمر رح ينتقل ويصير في بيت المال اللي هو البيت الثاني لألكم فممكن إنكوا تعيدوا تنظيم ميزانيتكم أو تنتبهوا لأموالكم أو لبعض الدفعات أو قروض اتجنبوا النفقات ولا في الفترة هاي لأنه شوي المصاريف بتصير الزيادة حاول إنك ما تغامر بالأموال وخصوصا إنه في خلوم مسار نظموا الأقصات وما تسمحوا لأقصاتكم بالتراكم أو دفعاتكم فكر بمنطق وعالج الأمور الطارئة فورا ممكن تظهر بعض المسائل المالية اللي تطلب منك الحكمة إنك أنت تتجاوزها أهم مش إنك تحد من مصاريفك أو تحد من الإصراف وخصوصا أن القمر جاي على مكان اللي هو برج السرطان اللي فيه نوع من أنواع الإصراف والزاوية اللي ذكرناها برضو بتحفز على الإصراف أكثر حدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية وممكن اليوم يكون عندك بعض اللقاءات المهمة جدا اللي يكون لك من خلالها بعض المكاسب برج السرطان ما زالت الأجواء ضاغطها لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب يعني بما أنه في الجوزاء معناته بيت متاعبكم فعشان هيك بتكون الفترة هاي فيها نوع من أنواع الضغط تعب صحي إرهاق ما في رغب لإنجاز بعض الأمور بتتعطل بعض الأمور عندكم بتتراكم الأمور ما بتقدروا تحلوا كل المسائل في وقت واحد ممكن تتهربوا أو ما يكون عندكوا نفس إنكوا تنجزوا بعض الأعمال طبعا هذا كله بسبب تواجد القمر في بيت المتاعب اللي بعضت لكثير من المسائل مع ساعات المساء القمر رح ينتقل ويصير عندكم وهو بوضعيته سعيد فعشان هيك بتشعروا بالطاقة أكثر كل ما اقتربنا لساعات المساء بتمتلقوا نشاط وحيوية بتعيشوا لحظات شيقة مع ساعات العصر وما بعدها لغاية ساعات المساء حافلة بتكون بالأخبار والتطورات ممكن تتلقى إشارة أو تبدأ بتنفيذ خطة معينة كان صعب إنك أنت تنفذها في الأيام الماضية أو كانت معطلة في الأيام الماضية الأجواء تقريبا بتصير تمشي أو الرياح بتصير مؤاتية تستعيد حياتك رونقها وبصير حيويتك بترجع لك من أول وجديد برج الأسد بتنشطوا اجتماعيا اليوم مثل الأيام الماضية ممكن يكون في بعض اللقاءات لبعض الأصدقاء أو اتصالات أو حوارات أو نوع من أنواع العلاقات الاجتماعية في عندك اهتمامات عالية جدا ممكن يبادر أحد الأصدقاء لما ملاقاتك أو لا الاتصال فيك إلو فترة ما تواصل معاك ممكن بعض المساعدات تكون تيجي من طرف بعض المعارف أو مناسبة تيجي بشكل مفاجئ يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة طبعا بتظلها الأجواء جيدة لغاية ساعات المساء ولكن من ساعات المساء كما نبهنا في الأيام الماضية القمر رح ينتقل ويصير في بيت المتاعب بما أنه رح يدخل على بيت المتاعب معناته من ساعات العصر بتشعر أنه بطل في عندك طاقة أو طاقتك استوم في ذات أو حل محل الراحة نوع من أنواع العصبية أو الحدية لأنه رح تدخل فترة غير مريحة بتنال من صحتكم ومن أعصابكم فعشان هيك بدك تنتبه لصحتك وتنتبه لعصابك هاي الأيام بتسجل نوع من أنواع الركود على جميع الأصعدة بنصحكم بعدم المباشرة بتنفيذ أي شيء مهم حاول أنك تأجله وإذا كنت مضطر أنك بدك تعمله حاول أنك تركز بكل تفاصيله وما تتخذ قرارات حاسمة بدون دراستها وتروي فيها إذا بتقدر تأجلها لحين وصول القمر لعندك في يوم سبعة ثمانية بيكون أفضل حاول أنك تتخلص من عادتك القديمة في هاي الفترة وإنشغل فقط بالمسائل الروتينية وإحذر من التأخير برج العذراء حافظوا على سمعتكم لأنه ما زال القمر موجود في بيت السمعة حاولوا أنكم ما تغامروا ما تخالفوا القوانين ما تعملوا أشياء مشبوهة حاولوا في نفس اللحظة تركزوا بشكل جيد في أعمالكم وأعمالكم وعلاقتكم مع المسؤولين تحديدا إنجزوا أعمالكم القائمة في مجال العمل ما تتهربوا ما تتغيبوا الأجواء تقريبا نقدر نحكي بالفترة هاي بتكون دائما على محملين يا إما لصالحك تماما يا إما ضدك تماما حاول أنك تدور الأمور أنها تصير لصالحك وخصوصا أن القمر سعيد بساعدك بكثير من الأمور وممكن تسمع كلام إطراء أو ثناء على أشياء أنت بتعملها في ساعات المساء القمر رح ينتقل ويصير في بيت الأصدقاء أو بيت العلاقات الاجتماعية فبتنشطوا بين الأصدقاء أو اتصالات من بعض الأصدقاء بتصير تشوف الأمور بوضوح وبنظرة متفائلة أكثر بيطمئن بالك وممكن اليوم تحصد بعض دعم أو تأييد في بعض الأمور اللي أنت بدك إياها بتفيدك الاتصالات واللقاءات حاول أنك تلطف الأجواء وأعد العلاقات إلى طبيعتها قدر الإمكان حاول أنك تكون مرن وتستفيد من هاي الفترة برج الميزان اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد هذا النهار صحيح الأجواء جيدة وداعمة إليك بالحضوض ولكن عطارد في مكانه وهو بشكل زاوي يعني هي صعبة عليك فعشان هيك ما تعتمد لها على الحدث ولا على الحضوض إذا عندك امتحان زي ما حكينا بدك تركز بشكل جيد ممكن اليوم تعصب من بعض المسائل أو من بعض الأمور اللي ما رح تمشي معك مثل ما بدك إجمالا الأجواء من القمر هي سعيدة ولكن هو عطارد اللي شوي بيخرب عليك الأجواء تلقائيا رح تتحسن رح تمشي لصالحك مع ساعات المساء من ساعات المساء بتحافظوا على سمعتكم وانجازاتكم في مجال العمل نظموا وقتكم بشكل جيد عشان ما تدخل الأمور مع بعض كون واضح في أولوياتك ما تخلي أي شخص أنه يثير أعصابك أو انفعالك أو غضبك باستطاعتك مواجهة أقوى المنافسات أنت بتتمتع اليوم بسرعة خاطر وذكاء حاد ولكن زي ما حكينا ما تعتمد على الحدث أو على الحضوض بشكل مبالغ فيه برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة طبعا ما زال القمر موجود في البيت الثامن اللي علوا علاقة بالأموال المشتركة أو أموال الشريك أو أي أموال ما بتعود لك لحالك يعني معك شريك فيها أموال الزوج أموال الزوجة أموال صديق أموال مؤتمن عليها أموال بنك أموال ضريبة أموال تأمين هاي كلها أموال مشتركة اسمها اليوم ممكن تدخلوا على بعض التعديلات على هاي الأمور في منكوا رح يسترد بعض الأموال اللي لا إلهم دينها لأشخاص أو دين قديم أو يرتب أمور إلها علاقة بالفوترة طبعا الأجواء جيدة دعم إلها إلك ومحفز لهاي الأمور لغاية ساعات المساء من ساعات المساء الأجواء برضو بتصير أحسن وأكثر لأن القمر رح ينتقل للبيت التاسع فبيصلكم خبر سار من بعيد في منكوا رح ينشط لترتيب أمور إما إلها علاقة بسفر أو علاقة مع أجانب أو أمور إلها علاقة بالدراسة هاي فترة حافلة بالنشاطات على كل المستويات بترتفع عندك المعنويات وبتقوى الحضوض ممكن بعضكم يسافر أو ممكن تشترك بمؤتمر مثمر أو لقاء أو ندوي مفيدة بالنسبة لإلك ويكون عندك نوع من أنواع الاتصالات البعيدة ممكن تتلقى تلتقي بعض الأشخاص حول طاولة حوار أو تفاوض أو النقاش معين وممكن تعالج مسائل متنوعة اليوم الأجواء جيدة إجمالا بالنسبة لإلك وهي يعني منقدر نحكي بتعطيك نوع من أنواع الحضوض المميز برج القوس طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم تماما فعشان هيك بتركز على أمور الشراكة بتركز على أمور تعزيز شراكاتكم سواء في العمل سواء في العاطفة مع أزواجكم زوجاتكم اللي خاطب نفس الشيء بتتركز على هاي الأمور في منكم ممكن ينشغل بأوراق قانونية أو معاملات قانونية ولكن الأهم زي ما حكينا بالأيام الماضية ضبط الأعصاب مطلوب دير بالك من العصبية طاقتك ضعيفة مش لصالحك أنك أنت تختلق أي مشكلة بالفترة هاي يعني حاول تتجاوزها لغاية الأيام القادمة يعني أجل المشكلة لقدام هيك بعدين نعملها الآن مش لصالحك هاي الأمور في ساعات المساء القمر رح يتحرك من مقابلك تماما رح يصير في البيت الثامن اللي له علاقة بالأموال المشتركة فعشان هيك بتعيدوا ضبط أموركم المالية المشتركة باستطاعتكم تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليونة والصبر بينتظرك حل منصف شرط التفاوض بموضوعية بالفترة هاي ناقش اقرأ دقق بالتفاصيل عدل أولوياتك إذا دعت الحاجة ما تتزمت برأيك وتقول لا أنا هذا اللي بدأ أعمله خلاص ما رح أعمل غيره لا في قابلية أنك تغير اليوم لا الشيء اللي فيه مصلحتك دقق أهم شيء بالتفاصيل وإياك أنه في هذا اليوم أنك أنت تقرض أشخاص مال أو تكفى الحد لأنه ما رح يرجع هذا المال برج الجديد واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم القمر ما زال موجود في البيت السادس اللي بيضغطكم على مستوى العمل وبيجبلكم أعمال كثيرة أو تتوتروا من كثرة الأعمال بصير في صعوبة في إنجاز بعض الأعمال أو بتتأخر عندكم في بعضكم ممكن يدخل بخلافات ما بينه وبين زملائه بالعمل والبعض الآخر ممكن زملائه بالعمل يساعدوا بإتمام بعض الأعمال اللي لألهم ولكن نلتقي كلنا تحت إطار واحد اللي هو بتكو تنتبهوا لصحتكم ما في خوف ولكن صحتكم شوي هيك فيها نوع من أنواع التحسس هذا الإشي اللي ممكن شوي يتطلب منك الانتباه أكثر في ساعات المساء طبعا القمر رح يصير مقابلكم تماما فعشان هيك يقولنا انتبهوا للصحة لأنه رح تنزل الطاقة شوي بتنجحوا أوكي يعني ممتاز أنه بتنجحوا وانتوا في تعزيز شراكاتكم وعلاقاتكم مع شركائكم بالعمل والعاطفة وأزواجكم ولكن هاي الفترة اجمالا بيكون فيها نوع من أنواع صعوبة بتثقل خلال هالهموم والمسؤوليات بتكون تتجنبوا ردات الفعل العنيفة هاي فترة سيئة بتهدد بنوع من أنواع الخطر أو المشاكل أو الحوادث مش الشيء الكبير يعني ولكن أنها بتستفزك وتأخذ من وقتك يعني فيه نوع من أنواع الاضطراب وانت مرهف الحس في هاي أي كلمة أو تصرف بيأثر فيك فضبط الأعصاب مهم ممكن تشعر بنوع من أنواع الارتباك أو الغضب ولكن إن تجاوزته بتكون الأجواء لصالحا برج الدلو ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا هذا اليوم لأجواء جيدة ومساعدة وداعمة لإلكم بشكل كبير ممكن تنجزوا كثير من الأعمال وتراتبوا كثير من الأشياء خلال هذا اليوم الحظ بيدعمكم وبرضو في نفس اللحظة ممكن تجدوا حليف لإلكم في بعضكم رح يرغب تقرب أو مصالحة ما بينه بين الأحبة أو الحبيب أو أحد الأبناء الحظ داعم بشكل كبير على أغلب المستويات أغلب الأشياء حتى على المستوى الفكري الناس اللي بترسم أو عندها هواية وهذا رح تبدع اليوم إذا استغلت هاي النقطة رغم إنه عطارد ممكن يعطل عليهم اللي هي زي ما بيحكوها الإيحاء أو الخيال الخصب في طريقة الأمور هاي ولكنه إجمالا هو ممتاز جدا في ساعات المساء هنا المشكلة الأكبر اللي هي إنه القمر رح يطلع من البيت الخامس ويدخل على البيت السادس البيت السادس اللي إله علاقة بالصحة وإله علاقة بالعمل فبتكن تنتبهوا أكثر لصحتكم ولا أعمالكم حاول إنك تكون عنصر إيجابي ما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بيتعاونوا معك أو بيشتغلوا معك أو أنت بتشتغل معهم بتستعيد كامل حيويتك الفترة هاي بسبب إنه القمر سعيد ولكن ممكن تدور الأحداث بسرعة ويصير فيه نوع من أنواع النشاط وتمارس عملك بحماسة إذا كنت مستعد لهذا الأمر حاول إنك تدير بالك بس من بعض الإضطرابات الصحية أو تراكم بعض الأعمال اللي ما بتقدر تنجزها بوقت واحد برج الحوت طبعا الجو بظل إلو علاقة بالبيت والعائلة بما إنه القمر مازال موجود في البيت الرابع فالأمور العائلية والبيتية والأسرية هاي هي اللي مربكيتك بالفترة هاي أو مش غليتك في حدث عائلي معين أو إلو علاقة بأحد أفراد العائلة هو اللي بتتسلط عليه الأضواء فعشان هيك بتنهمكوا بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة لغاية ساعات المساء ممكن مشتريات ترتيبات مناسبة لقاءات عائلية مصالحة مشكلة إيش ما كانت المهم إنه فيش إلو علاقة بالعائلة وإلو علاقة بالبيت حتى لو كان أعطال يعني منزلية هاي الأمور اللي رح تهتم فيها خلال هذا اليوم أو خلال هذا النهار لغاية ساعات المساء من ساعات المساء الأجواء رح تختلف بشكل كبير جدا لأنه القمر رح ينتقل ويصير في البيت الخامس لإلك هنا بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم والأجواء بتصير ممتازة جدا بتزداد عندكم وطيرة العمل بشكل واضح العاطفي بتصير جياشي حتى التقارب أو الاهتمام بالأبناء بصير واضح تماما أهم إيش إنكم تستغلوا هاي الفترة من ساعات المساء لصالحكم دعم لإلكم استغلوها لأنه ممكن تحققوا من خلالها كثير من المكاسب حاول معالجة الأمور بروية مبتعد عن التعقيدات يعني ما تتزمت كثير في رأيك إنه لأ هيك اللي بدي يصير فيه أشياء بتتطلب منك إنك تتراجع في بعض الأمور عشان تنحسم لصالحك وتكون النتائج مرضية رح يكون فيه أخبار سارة وفيه معني شيء له علاقة بتحقيق إنجاز أو فرحة معينة رح تصيب كثير من موليد برج الحوت بهاي الفترة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر